من أخبار بقى النادي الأهلي في الأفرع المختلفة خلينا نروح لمنكر جريدة اليوم السابع ومرسيتنا العزيزة مريم سميح انتبع أهم الأخبار إرادية في صحف المواقع معاها صباح يفل عليك يا مريم وصباح الجمال وصباح النصر وخلينا نعرف منك وفيه برضو منشات في اليوم السابع نبدأ به معاك وبتكلم عن أرقام أفشا 46 هدف 6 ألقاب بتزين مسيرة أفشا في مئة مباراة مع الأهلي خلينا نعرف منك التفاصيل خلينا نعرف عليك يا نهواند ورحمنا على سلامتك مرة تانية بصبح عليك يا كريم وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة اليوم السابع زي ما انت قلت يا نهواند هو الخبر الأول معنا فعلا بيتعلق بأرقام أفشا مع النادي الأهلي من موقع اليوم السابع 46 هدفا و6 ألقاب تزين مسيرة أفشا في مئة مباراة مع الأهلي طبعا احتفل نجم النادي الأهلي محمد مجدي أفشا صانع ألعاب النادي الأهلي بالمشاركة أو مباراته رقم 100 في مسيرته مع النادي الأهلي هذا طبعا بعد مشاركته في القمة التاريخية ما بين النادي الأهلي وما بين النادي الزمالك واللي انتهت طبعا بفوز النادي الأهلي 5 ثلاثة على نادي الزمالك ده طبعا فيه يعني ضمن منافسات الجولة التالتة من عمر يعني بطولة الدوري العام طبعا يعني خلال مشاركته في مئة مباراة سجل أفشا 20 هدف وكمان يعني صنع 26 هدف لزملائه بالفريق ليضع بصمته على 46 هدف سجلهم النادي الأهلي خلال المئة مباراة اللي شارك فيهم محمد مجدي أفشا كمان نجح أفشا في التتويج ب6 ألقاب مع القلعة الحمراء طبعا يعني الدوري طبعا بطولة الدوري وكمان السوبر المصري والسوبر الأفريقي وكمان دوري أبطال أفريقيا مرتين وطبعا يعني كاس مصر وأخيرا أو بجانب كل هذه البطولات طبعا التتويج ببرونزية كاس العالم للأندية من جريدة الجمهورية 10 أرقام في القمة 123 طبعا يعني رقم واحد تمكن أليو ديانج لعب الأهلي والمغربي بن شرقي لعب ألزا مالك من التسجيل في لقاءات القمة للمرة الأولى في مساريتهم طبعا مع قدبي الكرة المصرية ورقم اتنين يعد هذا هو الانتصار التاني لبيسو موسماني على كارتيران خلال لقاءات القمة كمان رقم ثلاثة للمرة الأولى بهز ثلاث لعبين غير مصريين الشباك في إحدى لقاءات القمة وكمان بالنسبة لرقم أربعة تعد هذه هي رابع خماسية للأهلي في شباك الزمالك في تاريخ لقاءات القطبين بجميع البطولات كما أنها المرة الأولى منذ 83 عام كمان رقم خمسة هي عدد الأهداف التي جاءت في الشوت الثاني ليشهد هذا الشوت أعلى عدد من الأهداف في مباريات القمة وكمان بالنسبة لرقم ستة بيعد هذا الفوز السادس لبيسو موسماني على زمالك بواقع ثلاث انتصارات مع فريقه السابق سانداونز وثلاث انتصارات مع فريق نازي الأهلي كمان بالنسبة لرقم تسعة جاءت الأهداف الثلاثة الأولى للأهلي في المباراة في غدون تسعة دقائق في الفترة ما بين الدقائتين 16 و25 وهي أسرع ثلاثية للفريق الأحمر في تاريخ لقاءات القمة وأخيرا رقم عشر بعد هذا الفوز هو الفوز العاشر للأهلي على زمالك بالدور الأول للدوري خلال الألفية الجديدة ومن صحيفة الشرق الأوسط سيتي يعمق جراح جارو يونيتد ومدرب اليائس سولشاير وبيرنلي يعرق الانطلاق تشيلسي بعد ثلاث هزائم وتعادل في مواجهاته الأربع الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع جارو اللدود استرد منشستر سيتي حامل اللقب اعتباره من منشستر يونيتد طبعا بإسقاطه بهدفين نظيفين معمقا يعني جراح مدربه سولشاير فيما عرقل بيرنلي انطلاق تشيلسي وانتزعت عدلا ثمينا واحد واحد مهددا يعني صدرت في المرحلة الحديات عشرة طبعا أقر سولشاير بأن الخصم لعب بشكل جيد وقال بالطبع هم لا يمنحوك الفرص لاسترجاع القرى منهم لذا علينا أن نثني على أدائهم ولكن لم نرتقي إلى مستوانا وما نطمح إليه طبعا يعني بعد الهزيمة الرابعة في هذا الموسم يعني سولشاير فيه موقف لا يحسد عليه والحقيقة أن بكده فريقه أو منشستر يونيتد الحقيقة أنه هو خارج يعني خارج دائرة المنفسين على القمة رغم الأسامي الكبيرة اللي بيضمها الفريق أخيرا من روسيا اليوم رسالة مؤثرة على قميص نمار ما القصة احتفل نمار بهدفه الأول في مواجهة باريس تانجرمان أمان بوردو أمس السبت بتكريم مؤثر للمغنية البروزيلية ماريليا منونتكا التي لاقت مصرعها بحادث تحطم طائرة أول أمس الجمعة واحتفل نمار بهدفه الأول برفع قميصه لإظهار رسالة مؤثرة طبعا مكتوبة بخط اليد وهو ينظر إلى الكاميرا وجاء فيها سأكون معجبك الأبدي ملكة المعنى أرقدي بسلام ماريليا منونتكا وعبر نمار عن مشاعر الصدمة والحزن طبعا لوفاتها يعني وقت وقوع الحادث وكتب بكلمات مؤثرة أيضا عبر حسابه الرسمي من خلال موقع تويتر قائلا أرفض التصديق أنا أرفض وفي حادث أليم للأسف طبعا يعني لقيت المغنية البروزيلية مصرعها بحادث تحطم طائرة صغيرة في البروزيل والأصفر طبعا عن مصرع خمس أشخاص من بينهم المطربة البروزيلية وعمها ومنتج أيضا وطيرون دي كانت كل أخبارنا النهاردة الصدرة صباح اليوم الأحد من داخل طبعا مقر جريتي اليوم السابع بشكركم جدا الكلمة ليكم مرة أخرى ونحن نشكرك على التغطية الأكثر من رأي عزيزة ماريم شكرا لك جدا وشكرا كمان ليزمي للعزيزة سالة حامد شكرا اشتركوا في القناة